الاتحاد الكورة كان طلب ترشيح النادي رشع حد للجنة الاندية في الاتحاد الكورة والنادي اعتقد رشع حدتك هو الكابت الخطيب بلغني بالامس اي وبالمناسبة بقى اي ترشيح لجنة الاندية او حتى ترشيح ما يقال ان في لجنة تعاون مدير الاتحاد ممكن تستمر 13 او سنة وحيكلمه انفنتين وحيكلمه الكورة الان في ملعب الجمعية العمومية والتي يجب ان نطق فيها هذه المرة بشكل مختلف لان الجمعية العمومية شأنها شأن الشعب المصري جمعية الاندية لاتحاد الكورة ما في جمعية لجنة الاندية هتبقى من اندية الدورة الممتاز هتختار لجنة الاندية لإدارة المسابقة واعتقد ان هو ده الجواب اللي جي واللي رشحت بناء عليه تبقى لمعايير معينة حطها عشان نبدأ نهاجمك بقى الاول نشوف اللجنة هتتكون من مين لان كل نادي بيرش حد اذا يعني شرفت بهذا التكليف لا طبعا تعداه قدود لا انا عايد اقول حاجة بس خلي بالك ودي بقى قولة بقى لجمعية العمومية بشكلها العام يعني اللي هي من جزء منها جمعية العمومية بتاعة الدورة الممتازة يا استاذ ابراهيم انا تعاملت مع معظم الناس اللي في جمعية العمومية العادية اللي هي الكبيرة متين وحاجة نادي والله يصدقني ناس في غاية الاحترام صحيح صحيح كنهم احيانا تجرفهم العطفة في اتجاهات او تجرفهم الاسماء البراقة او مسألة انك انت تيجي تقول لي وعود انت خبق اه كان زمان تقدر تأثر على الجمعية العمومية انك تقعد معا تلات اربعة ايام وطبيع انك هتستضيفهم يعني لا انا بقول لك من هنا المترشحين اما بيلفوا طب والله جمعية العمومية هاي اللي بتستضيف المرشحين طبعا طبعا لا دي ناس محتربة جدا مجالس ادارات الاندية دي في الاقلين ناس محتربة وناس مالية اماكنها وخلي بالك هم دلوقتي جزء من الشعب اللذي صدمة صدمة في اختياراته مش لا في الاداء بتاع كاس العالم اطبع اختيارات الجمعية للمجلس مش درها تحطها هكده بقى ما تسبدي لا لا مش اختياراته هو اختار وكان عنده امل كويس ان نحصل تطوير للكرة المصرية التطوير الذي حدث ما كانش اللي صالح الكرة المصرية هنقولي الناس اجتهدت وحاولت تطوير لم يكن هذا عملا لصالح الكرة المصرية بدليل اداءنا في كاس العالم احنا المتخب قبل الاخير وشوفنا ازاي كان فيه فوضى ادارية عارمة في المعسكر وان اللعيبة كانت على سجيتها في تفاصيل انت انا حسينك تكال ثم الصدمة الكبيرة المرة دي مش ان احنا مكسبناش البطولة وبس ان احنا مكناش على قدر ثقة الدولة التي ادت كل هذا الاداء المميز وعملت معجزة بكل المقاييس وعملت ابهار سواء في المنشآت او في النظام او في الدخول او في الخروج وحطط لنا السيستم اللي حنشتغل عليه ويدينا امل في عودة الجماهير بطريقة منظمة محكمة واحنا قلنا ان اللي حيكمل الكلام ده وحيبقى الكريزة بتاعت كل هذا اداءنا في اداءنا ما انت ممكن تاخد بالاسباب وما تكسبش ونقل تمثلك العزر ونسقافلك انت لما روحت الجابون الناس سقافت ليه لان قديت اداء وصلك للفاينال لكن المرة دي تبقى في ملعبك وهذا هو اداءنا من اول يوم انت تشعر ان المريض في غرفة الانعاش ومستني تسمع الخبر المؤلم انعاش انعاش طيب يعني زي بقولوا ايه المقدمات تشب النتائج كانت المقدمات وما حدث داخل المعسكر اللي ما سمعناش عن اي فرقة تانية حصل فيها هذا الكلام وسطوة اللاعبين واداء مترهل من كابتن الفريق يبقى هو اصبح نفسه يعني متعالي على جماهير ومتعالي على قدرته ويجيب جنيبه الصلم ويبرق له ايه ده ايه ده ايه ده اتعلمنا منك ايه ايه ولا حاجة وانا مشفق على محمد صلاح لان خسيره اكبر من خسير المنتخب هذي المرة صحية طيب اه يعني ارجو ان محمد صلاح يلحق يتدارك يرجع لنا محمد صلاح اللي احنا عارفينه وبنحبه وبنصق فيه بسرعة بسرعة انت قلت حاجة مهمة يا بشواندس عن الجامعية الاممومية الجامعية الاممومية لاتحاد الكرة يا جماعة هي الاندية اللي بتمارس الكرة كل شوية العدد بيزيد والعدد بيزيد لانه هي اللي حطت نقط زي النادي ده او مركز الشباب ده يبقى عوضوا في الجامعية الاممومية لاتحاد الكرة لو عنده قطاعات ناشئين بيشارك في كام مسابقة على مستوى الجمهورية او مستوى المنطقة بياخد عدد من النقاط لو بيلعب في دور ممتاز بياخد اعلى من النقاط لو بيلعب درجة تانية بياخد نقاط اهل لو التالتة لو الرابعة وهكذا فلما بيجمع عدد معين من النقاط اللي داخل فيها لو عنده كرة شاطئية لو عنده كرة نسائية لو عنده كرة خمسية كل انشطة الاتحاد ديها عليها درجات فلما بيجمع عدد معين من الدرجات بيتحول الى هذا النادي او هذا المركز الى عوضوا في الجامعية الاممومية حصلت تسهيلات كتيرة من مجلس إدارة الاتحاد المجلس اللي تمت استقالته والمجلس اللي قابله برضه حصل نوعا من التوسع في قبول اعداد الجامعية الاممومية حتى انه بس استنى استنى يعني عايزة اوضح لان مش كل شيء ممكن يؤسل بي واجابي حسب الاداء انت بتقول ممارسة الشطائية وممارسة المشعارة في الصلاة وماشي ممكن انا اقول لك بهدف توسيع القاعدة وده محمود لو انت عملت النشاط في هذا الاتجاه لكنه لما يبقى نشاط تحيولي توصل لدرجة انه اندية في الصعيد الصعيد الجواني تتسجل كرة شطائية يعني ما عندهاش بحر لكن تسجلت كرة شطائية عشان تاخد الدرجات فتم التحايل ده اللي ظلم القاعدة الفاعلة القاعدة النشطة اللي هي الجمعية العمومية الحقيقية الفاعلة اتظلمت لانه حصل توسعه طب مين يملك تقويض عدد الجمعية العمومية او تنقية الجمعية العمومية لا تملكه الا الجمعية العمومية نفسها الجمعية العمومية هو ده نظام واخذ عليه موافقة بالظام علينا امام الامر الواقع فهذه الجمعية هذه الجمعية بما تضم من مجالس إدارات وعية جدا والقاعدة العامة فيها ناس عندها درجة من الفكر ناس عندها رغبة في إصلاح الكرة ناس عندها كمان خطط للنهود بالأندية بتاعتها الكلام ده يحتاج منهم إنه لما بيختاروا هيختاروا لما الناس لتقالك هم اللي جابوا دول طب مين اللي كان ضد دول وأنا لو في نادي مترشح لألفه به أنا اخترت ألف لأنه به كان قليل قوي يعني لما تيجي تتكلم هي الفكرة مش تغيير الأفراد عشان خطري بس يعني أصلا إحنا دلوقتي مش عايزين نتكلم في الماضي أكتر من نستوعب دروسه يعني معلش عشان خطري إحنا مش هدف تغيير الأفراد بقدر ما تغيير الأفكار الأفكار بالضبط أنا أعتقد الدرس القاسي اللي خدناه سواء من كاس العالم واستكمل بقصوة أشد في الأمم الإفريقية أعتقد الجمعية العمومية النهاردة النهاردة أصبحت بينها وبين نفسها حسة بمسؤوليتها وحسة في الأقلب منهم يعني إن عليهم عب تصحيح مصار كرة القدم بالضبط وعايد أقول حاجة عشان الناس برضو فيه بعض الناس يقولك أصل هما بيسيطروا بالإعانات اللي بيدوها للناس في التوقيتات بتاع الانتخابات أنا توصلت مع عدد منهم وعدد محترم يعني الناس دي عندها أفكار إقتصادية طبعا تغنيهم عن الإعانات اللي بيأهلوا إنه ينجح في نديه إنه مميز في مميزه وعندهم هما بيقولوا نفسهم بقولوا إحنا مش لو دتونا حقنا حق إدارتنا المواردنا مش محتاجين حاجة من حدد مش عايزين إعانات بالضبط وعدد كبير منهم لا نبص السياسة إذا لم تقم على الإقصاد قوي فأنت لسه سياسيا بارعا هتضطر تاخد قروض وتضطر تحتاج للناس فاللي بيحاول إنه هو يقاول اللي هم يسموها التنمية والإقصاد السليم حاجتين بعد ما بيجيب الفلوس يبقى إدارة الأموال الحاجتين دول مهمين جدا في الإقصاد في الحرب في إدارة الأندية في إدارة الرياضة أنت لابد أن يكون عندك فكر إقصادي مستقل وتاخد حقوقك تديرها صح ولذلك مسؤولية هو كان الحرب ضد قيام لجنة الأندية أيه طول السنين الفاتحة الجانب الإقصادي هو الأندية الأندية دي لما تيجي هتقول لك الديني حقوقي قدرها حقوق البس حقوق الرعاية يبقى أنت بتاخد الأسباب من الاتحاد لأن أنت اللي هتدينه نسبة بقى أنت زي ما بيحصل في إنجلترا لجنة الأندية المحترفين بتدير وتدي 3% للاتحاد دعما للاتحاد عشانه تدير أنشطة أخرى فكان هي المقابل لذلك أنا أي حد من الزملاء من المترشحين فليكن الشغل الشاغل إدارة المسابقات دي أسهل حاجة يا جماعة والله أسهل حاجة إذا إذا عقدنا العزم وصدقة النية والإرادة نقدر نعمل مسابقة محترمة ما يتغيرش فيها غير إذا كان فيه تاريخ أو اتنين تبقى لتقدم الأندية والمنتخبات في المشاوير الإفريقية لكن الإرادة إنك أنت تاخد اقصادياتك في دك ثم تدير الأموال بعدالة بعدالة وكفاءة لكل لصالع جميع الأندية